عايزة روح برضو لخبر مهم خبر مهم مع الفنان الأهلاوي الكبير الأستاذ نبيل الحلفاوي وهو بيتحدث عن شادي ردوان أستاذ نبيل الحلفاوي دايماً ليه آراء صاقبة آراء مهمة دايماً آراء بيقف عندها جمهور النادي الأهلي ودايماً الناس بيتابعوا بشدة بيقول عن شادي ردوان في دقتين وبلمسة وتزديدة كشف عن معدنه طبعاً واتكلم عن محمد هاني وقال يو ديانج لكن عايزة فعند شادي ردوان شادي ردوان من اللاعبين اللي احنا قدمناهم هنا في برنامج الأشبال لكل جمهور النادي الأهلي راهنا عليه في البدايات في بدايات لما كانت الناس مش عارفة شادي ردوان جريت الجارديان البريطانية تحدثت عنه وخذته من أكتر من يعني من ضمن 60 ناشئ حول العالم من اللاعبة اللي تمتلك المهارة والموهبة فالنهاردة ده رأي مهم جداً من فنان كبير أهلاوي بيتابع النادي الأهلي دايماً بشغف أستاذ نبيل حلفاء هو بقول عن شادي ردوان في دقيقتين بلمسة وتزديدة كشف عن معدنه شادي ردوان شارك في مورات بيراميز السابقة في ديئة 88 فالنهاردة في 3-4 دقايق بنت اللمسة في كرة استلمها وكرة تاني سددها لكن رسالتي هنا بقى بشادي ردوان العربي بدر محمد فخري محمد شكري مصطفى شبير محمد مغربي كل الناشئين إن شاء الله اللي هيتم تصعدهم خلال الفترة الجاية وياخدوا فرصة حقيقة مع موسيماني اللي هو مقتنع بنسبة مليون في المئة بالناشئين نادل أهلي موسيماني مدرب جريء مدرب ما بيخافش إنه هو يلاعب الناشئين وزي ما قلت لحضراتكم في موقف فيه الدوري جنوب أفريقي في مباراة مهمة وحاسمة استعان بناشئين ولما تسأل في المؤتمر الصحفي قال لهم دي أكتر مكان ممكن اللعب ياخد فيه الخبرات الكبيرة فالنهار ده برضو موسيماني في المؤتمر اللي فات قال لازم اللعبة الصغيرة تسبح وسط الأروش وسط الأسماك الكبيرة أصده وسط اللعبة الكبيرة النهار ده علشان اللعب بيتمرن كويس لازم ياخد فرصته فان النهار ده نصيحتي للعبين لازم أتمرن كويس في التدريب مع الفريق الأول مع موسيماني كل تمرينة ليا النهار ده كانها اختبار حقيقية ليا أثبت نفسي للمدير الفني الحاجة التانية لازم أحافظه على صحتي لازم أحافظه على تدريبي التواضع حتى لما تنزل النهار ده وسط اللعبة في الناشئين ما ينفعش إن أنا أتكبر لازم أسمع كلام مدربي في الناشئين ليه فضل كبير علي بعد ربنا سبحانه وتعالى وأيضا لازم أكون متواضع وسط اللعبة زميلة نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكو في بنامج الأشباب